محمد الباز محاجة مهمة جدا جدا هنلقى الدوق مع محمد الباز اللي برحب به محمد مساء الخير عليك مساء الخير كابتن هاني أنا قلت طبعا السنائيات هتكلمنا عليها بشكل مفصل وبشكل كبير كمان نسلط الدوق محمد النهاردة على واحد يمكن ما عندوش هالة إعلامية مظلوم إعلاميا حتى على مستوى القرى الأوروبية نتكلم على توماس مولر طبعا نجم البايرد خلينا الأول محضلنا نعيف البداية والسنائيات سنائية طبعا أخطر سنائية موجودة في البريمير بليج لهذا العام سون وكين سون وكين سنائية نارية جدا بيعملوا دويته بشكل رائع جدا مساهمين في أكتر من تقريبا 51% من أهداف توتنام لهذا الموسم يعني موسم تقريبا 35 هدف حتى الآن عايزين نوضح هم بيشتغلوا إزاي مع بعض نجاح السنائية دي متوقف على قوة هاري كين وقوة سون الاثنين بيلعبوا مع بعض بفترة طويلة جدا وده مساعدهم أن هم يقروا بعض بشكل كويس جدا الستايل لعب هاري كين وستايل لعب سون ونقاط القوة عندهم هم ده السبب الأساسي في نجاح السنائية دي عندنا بعض الحالات أهم ما يميز الاثنين أن النجاح السنائية دي بتقع فيه حالتين أو ثلاث حالات أو ثلاث عناصر مهمة إزاي بيلعبوا اللونج بول مع بعض بشكل كويس جدا أو الشورت بول أو السروب باس يعني أنت بتكلم على ثلاث محاور بتكلم على اللونج بول إزاي فيه تفاهم واضح ما بين هاري كين وسون فيه أنه يعمل اللونج باس وكمان على المحور الثاني إزاي يعمل الشورت باس في العمق والتحركات بتاعة سون وكين دي صورة طبعا للونج بول اللونج بول هنا دايما بصينا ده المتش طبعا المان سيتي الأخير اللي فوز فيه توتن عام 3-2 لو بصينا هنا شوف ده هاري كين هاري كين دايما بينزل نص الملعب بتاعهم عشان يبدأ الهجمة ومع أن هاري كين طبعا هو سترايكر الصريح أصلا فبينزل طريقة اللعب بلعد كونتي من مبداية لازم تتكلم عليها عنده واجبات دفاعية وإحنا خسرين كرة أو تقدمنا خسرين الكرة يعني هنا نبص الهجمة ديت على سبيل المثال هاري كين هنا يعني احنا عزين نقف على اللعب دوت هاري كين عينه على طول على السن زي ما احنا شايفين كان ممكن يبصيها هنا كان ممكن يلعب هنا وان تو ويجري وياخد المساحة معنا ولكن هاري كين عينه دايما على السن دايما ما بينهم السنك ما بينهم البييرين فاهمين بعض بشكل كويس جدا لعب الكرة بالشكل دوت يعني هنحرك معنا الحالة التانية وطبعا اللعب الكرة زي ما بقولك كمان هو لو انت بتتكلم على هاري كين بتتكلم علي سن عارف ان هاري كين ده التواصل ما بين اللعيبة اللي واضح انه عارف بالزبط انها العواله في المساحة الفاضية بالزبط يعني احنا اللقطة التانية الكرة نزلت عن سن احنا هاري كين كمل تقريبا واحد وستين يارض مكمل معنا يعني احنا عايزين نشوف دخل معنا في العمق يعني احنا دلوقتي ورفع ايده لسن سن هنا كان عنده اكتر من حل انه ممكن يلعبه يعني احنا دلوقتي عندنا مثلا كان ممكن يلعب هنا كان ممكن ايضا بيلعبها من وراء المدافعين للمهاجم التاني ولكن السن عينه على السن هو ده السنك الما بينهم رفع ايده وتحرك له السن سوري هاري كين هاري كين تحرك في المساحة طبعا دي دي الاخدر ده كان فيه كان فيه زوية رؤية لحامل الكرة اللي عنده عنده حلين لكن دايما سن شايف اكتر هاري كين هاري كين شايف سن بشكل كويس وبالتالي تحرك ما بين الاتنين السن بشكل ضرب طبعا اوف سايد ونزلت الكرة ترجمت لهدف اللي احنا عايزين نقوله من هناك بتناني في المسال اللونج بول دايما انه هم فعلا قريم بعض حفظين بعض بشكل كويس جدا حتى في تصرحات هاري كين يقولك احنا بنستمتع باللعب مع بعض كان فيه اكتر من حل عند سن زي ما قلنا كان فيه ايضا من بداية الهجمة لو رجعنا تاني كان ممكن هاري كين يبصيها على الجناح من على الطرف ويجروا ويعمل وان تو ويخش على الجون ولكن انه بقى عنده السنس بتاع الملاعب ودي بفكرنا بروني اللاعب الوحيد اللي بيشبه هاري كين فيه تحرقاته في الفينيشينج في الحساسية اللاعب الكرة لونج بولس ده اهم ما يميز السنائي ده ترجمة الهدف ده مثال واضح جدا للكرات الطويلة اللي بيلعبوها مع بعض عندنا لو هنبص على الشورت بس ده برضو ده طريب الهجف الهدف الاول في الفريق بس دايما هاري كين بينزل زي ما قلنا بيستخدم قوته في طبع الهدف دفاعية اه عنده عنده بيحضن بشكل كويس او بيقدر يستخدم الكرة ويستخدم جسمه بشكل كويس دي طبعا لو هنرجع لو هنرجع في الصورة اللي قبلها بتبين لنا دي الاستلام هنا في المشهد ده في الكادر ده كابتن هاني سن من الظاهر خالص ولكن سن هنا بيجري من على الطرف صحيح هاري كين بطرف عينه لمح سن هو ده السينك اللي ما بينهم على طول ده المثال اللي دايما مقرر في الحالات لعبها ما بين كل ما بين الاتنين الدفاع بمان سيتي على طول سن ضرب الأفصايد وبدأ ان هو يستلم الكرة وبدأ يلعبها طبعا هاري كين لسه هناك وده ترجمة لهدف طبعا انت بتتكلم